السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام لشك يا شباب ان كليات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة بمختلف انواعها طبعا من الكليات المرموكة كليات عالية كليات قمة في المجالات الطبية والتقنية والهندسية بس هل مازالت هذه التخصصات هي التخصصات المطلوبة في العالم وهل في تخصصات جامعية جديدة ووظائف مستقبلية للطلاب إلا أنه المرحلة بتاعت الثانوية العامة هل في تخصصات مطلوبة عالمية جديدة الحقيقة في تخصصات كتير أنا هقولك على أهم التخصصات الجامعية المستقبلية لعام 2030 عشر تخصصات إن شاء الله مهمين جدا إن شاء الله هقولهم لك وده عن طريق تقارير عالمية ودولية يعني الموضوع اجتمع عليه ناس كتير في العالم زي المنتدى الاقتصادي العالمي وتقارير جامعية أمريكية لعام 2020 هنتكلم إن شاء الله عن أهم عشر تخصصات بحيث نسياتك كطالب بص على المستقبل الدنيا كلها مش هندسة ولا طب فقط في مجالات يا شباب بيتسابق العالم لها ومطلوبة بشكل كبير وفي نفس الوقت هي مهمة لحياتنا وهي كمان كوظيفة هتقدر إن شاء الله تكسب من خلالها أموال كتير إن شاء الله زي ما إن شاء الله هنسرد دلوقتي التخصص الأول يا شباب الأمن السبراني طبعا ده من ضمن المجالات اللي هي علية الفترة الأخيرة وما زالت تعلو وازداد عليها الطلب نظرا للهجمات القوية جدا اللي بتتعمل وبتتعرض لها شركات كبيرة ومؤسسات وهيئات حكومية وأصبح الطلب على هذا التخصص على مستوى العالم مطلوب لمواجهة هذه الهجمات الشرسة من الهكر ومحترفي الاحتيال فهذا التخصص الأمن السبراني هو تخصص هندسي تطورت أهميته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك نظرا لكمية البيانات الهائلة التي يتم تحليلها وتحملها كل ثانية ونظرا لحاجة الشركات لتحليل البيانات والأمن السبراني في الوقت ذاته وفي الوقت الذي يطغى فيه الهاجس الأمني يطغى وتزداد الفاتورة الأمنية وأصبحت حتى الحروب في قسم منها إلكترونية وحروب قواعد بيانات طب الوظائف بلعت هذا التخصص جمع البيانات وتحليلها مسوق إلكتروني مطور قواعد البيانات تدريب طاقم العمل للشركة على النظم والبرمجيات الجديدة تحسين كفاءة الأنظمة وأدائها دي الوظائف بضعة هذا التخصص وإن شاء الله ممكن نعمل فيديو تاني على أهم الكليات اللي بتتناول هذا التخصص طبعا احنا بنتكلم يا شباب على مستوى مصر والعالم أما عن التخصص الثاني المطلوب الهندسة الطبية الحيوية بايوميديكال انجينيرينج يعد تخصص الهندسة الطبية الحيوية من أحدث العلوم التي مزجت بين الهندسة والطب على الإطلاق والتي ظهرت بالتوازي مع النقلة النوعية التي شهدها قطاع الطب بشكل عام خلال السنوات الأخيرة ودخل التخصص بدءا من الأجهزة الطبية الحديثة المسؤولة عن التشخيص والعلاج ومرقبة المرضى فكان لابد من مهندسين مختصين يشرفون على هذه الأدوات الطبية في المستشفيات بل والمؤسسات المسؤولة عن تصنيع الأطراف الصناعية طبعا وظائف التخصص وظائف الواجبات الهندسية التي تتطلبها وحدات العناية الطبية في المستشفيات اختصاصيين مراكز تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية وملحقاتها المختلفة خبراء في مراكز العلاج الطبيعي مهندسين انتاج وحدات الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية العمل في مراكز الأبحاث الطبية العمل في الجامعات التي تعمل على تطور الأجهزة الطبية وتحليل المشكلات البيولوجية والصحية أما عن التخصص الثالث يا شباب هو التسويق الإلكتروني اي ماركتنج أو التسويق الرقمي ديجيتال ماركتنج في عام 2020 أصبح التسويق الإلكتروني أو الشبكي هو الذي يسيطر على كل شيء في حياتنا الرقمية والاجتماعية نعيش في عالم يزدحم بالإعلانات التي أصبحت ضريبة ربما لتحميل أي تطبيق مع توسيع كبير في عمليات التسويق في كافة المجالات والخدمات وعلى مستوى جميع دول العالم الغربي والعربي كما يصنف التسويق الإلكتروني كواحد من أقوى وأهم التخصصات المستقبلية خاصة للطلاب الذين يملكون الفكر الإبداعي والمعرفي والطلاب الذين لديهم أفكار تسويقية وإبداعية فماذا سيكون شأن التسويق الإلكتروني عام 2030؟ العالم كله تقريباً دلوقتي الشغال بالتسويق الإلكتروني وتعمل ده حاجة مطلوبة وما زال عليها طلب وسوف يزداد الطلب في المستقبل إن شاء الله طب الوظائف بتاعة هذا التخصص إدارة الأعمال التجارية إنشاء المحتوى التسويقي وإدارته البيع الإلكتروني المسوق الإلكتروني المستشار الإعلامي مسؤول الإعلانات أما عن التخصص الرابع يا شباب هو هندسة البرمجيات Software Engineering من التخصصات الهندسية التي تطورت مؤخراً بشكل ملفت ويتفرع لكثير من التخصصات البرمجية مثل برمجة الإلكترونيات وبرمجة التطبيقات ويكفيك أن تعلم أن العالم حمل أكثر من 200 مليار تطبيق لعام 2020 ومن هنا تكمن أهمية هذا التخصص من حيث سرعة الانتشار وازيادة طلب عليه ويتوقع أن يزيد الطلب على تخصص البرمجة بشكل كبير جداً خلال السنوات القادمة إن شاء الله وصولاً لعام 2030 أما عن مجالات عمل التخصص مهندس نظم محل البيانات مطور أو مصمم نظم مطور برامج مهندس صيانة البرامج أما عن التخصص الخامس يا شباب هندس الطاقة المتجددة وهو من التخصصات ذات المستقبل الكبير في سوء العمل وذلك بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في 2020 أصبح الطاقة البديلة والمتجددة مصدر اهتمام كبير لكثير من الدول المتقدمة والنامية وذلك لدمان استمرارية مصادر الطاقة في ظل المشاكل التي يشهدها قطاع النفط على سبيل المثال كما يربط التخصص كثير من فروع الهندسة ببعضها ويعتبر من التخصصات سهلة الدراسة لمن يملكون الشغف بالبيئة ومصادرها الطبيعية للطاقة ففي عام 2030 قد يصبح هذا التخصص الشغل الشاغل للعالم مع أفول مصادر الطاقة مجالات التوظيف شركات الاستشارات الهندسية شركات المقاولات العامة ومشاريع الطاقة المتجددة مجالات الطاقة والستثماراتها المختبرات العلمية والبحثية للطاقة محطات توليد الطاقة الشمسية والكهرومغناطيسية الإلكترونيات الرقمية والديناميكا الحرارية أما عن التخصص السادسة شباب هو الواقع الافتراضي هو تخصص يهدف لبناء قواعد بيانات حاسوبية تفاعلية ونقلها من الواقع للعالم الافتراضي ويعمل على تأسيس بيئات محاكاة زكية باستخدام أنظمة تقنيات المعلومات وأصبح بناء واقع افتراضي للكثير من المؤسسات والتطبيقات والخدمات من الأمور التي يعتمد عليها البشر لتسهيل حياتيا وذلك بدءا من نظارات الواقع الافتراضي مرورا بالسماعات الافتراضي وليس انتهائها بالتجارب العلمية والرقمية والفلكية الافتراضية أما عن مجالات التوظيف مستقبلا إن شاء الله مصمم رسومات الحاسوب مصمم الرسومات الثابتة والمتحركة والتفاعلية مصمم أنظمة الواقع الافتراضي مصمم ألعاب إلكترونية ذكية مصور برامج واقع افتراضي أو معزز أما عن التخصص السابع يا شباب التعليم الإلكتروني عن بعد من جامعات بعالم واحد ذات أبعاد ثلاثية في المكان والزمان وطرق التدريس لجامعات ذات عوالم افتراضية وأبعاد متنوعة وحديثة ومتطورة خارج مساحات القاعات الدراسية بطرق وأسالي برمجية وإلكترونية وأبعاد تنطلق بسرعة بعيدا كل البعد عن اسلوب التلقين والحفظ محاضرات تفاعلية مع مختلف الطلاب حول العالم قوانين جديدة ومتسارعة وانفتاح استثنائي على العالم لقد أصبح التعليم عن بعض خاصة اليوم في ظل الانتشار وباء كورونا من أولويات المؤسسات الأكاديمية والدول حول العالم طبعا كتير من المؤسسات والجامعات كل بدأ يمارس هذا التعليم عن بعض أما عن مجالات التوظيف الإرشاد الأكاديمي والتعليمي عن بعض الوظائف الأكاديمية والتدريسية عن بعض مهندس أدوات تعليم عن بعض محاضر وباحث في التعليم عن بعض أما عن التخصص الثامن يا شباب من التخصصات الهمة جدا من 10 تخصصات المهمين في هذه الفترة هو الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing من أهم التخصصات المستحدة سازات المستقبل الكبير أصبح يستخدم بشكل واسع في شتى المجالات الطبية والصناعية والهندسية وفي مجالات التصميم ودخل هذا التخصص بقوة خاصة في البلدان العربية والدول الخليجية على وجه الخصوص حيث تمكنت بعض البلدان من بناء أبنية كاملة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأخذت نسبة البيانات للتوظيف بالنمو خلال السنوات الخمس الأخير أما عن مجالات التوظيف التسويق الإلكتروني المهندسون في مجال الصناعة التصميم التجاري والصناعي مطوروا البرامج المهندسون في مجال الميكانيكا أما عن التخصص التاسع شباب التخصص القبل الأخير هو إدارة الأعمال Business Administration من أهم التخصصات التي اشتهرت نهاية التسعينات وازدهرت بقوة في الألفيات وفي عام 2020 بلغ تخصص إدارة الأعمال ذروته من حيث القوة والانتشار ومجالات التوظيف المتنوعة في قبرى الشركات حول العالم وهو تخصص غني عن التعريف ويرتبط بأي نجاح مستقبلي في مجال الأعمال سواء الحرة والمستقلة أو المرتبطة بشركات ومؤسسات أخرى أما عن مجالات التوظيف مدير عام أو مدير تنفيذي منسق مشروع منسق برامج إدارية مدير عام لقسم مدير مشتريات ودعم لجستي والكثير والكثير أما عن التخصص الأخير والتخصص العاشر هو تخصص هندسة الميكاترونيكس تخصص يجمع بين فروع ثلاثة في الهندسة الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب والإلكترونيات نحن بفضل الله على القناة هتلاقي في فيديو خاص بهندسة الميكاترونيكس هسألوك برضو رابط بتاعه إن شاء الله أسفل الفيديو بتاع النهاردة ويتطور هذا التخصص بصورة مذهلة وبشكل شبه يومي هذا المجال من الهندسة يتضمن تصميم أي منتج يعتمد عمله على دمج أنظمة ميكانيكية وإلكترونية إذ يكون بدور المنصق فيما بينها ووضع منظومة تحكم control system أما عن مجالات التوظيف هندسة السيارات هندسة المعدات الإوتوماتيكية أنظمة التحكم بالحاسوب هندسة الحاسوب وتصميم آليات مثل أكراس الكمبيوتر الأنظمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الميكاترونيكس كلغة جديدة لتسيير المركبات تقنيات أنظمة التحكم والتشخيص الدقيق لحد هنا شباب الفيديو بتاعنا انتهى اتكلمنا فيه عن أهم عشر مجالات مطلوبين في هذه الفترة في العالم كله داخل مصر أو خارج مصر فكر كويس قبل ما تكتب الرغبات بتاعتك أهم حاجة يكون المجال اللي سيادتك هتكتبه إن شاء الله في الرغبات تكون حابب هذا المجال وفي ناس الوقت يكون مجال مطلوب يبقى أنت سيادتك عرفت العشر تخصصات ممكن إن شاء الله نتكلم عن الكليات اللي موجود فيها هذه التخصصات حول العالم في مصر وحول العالم اكتبوا بقى في الكومنتات أي شيء أنتوا عايزينه بخصوص هذه التخصصات نحاول إن شاء الله نتكلم عنها في فيديو قادم إن شاء الله ربنا نوفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنىه ما تبقلش علينا بقى باللايك ولما كنتش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك وما تنساش تفعيل الجرس عشان إن شاء الله يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته